والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة نوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز الإنسان السعيد على الحقيقة هو اللي بيستمد الإحساس بالثقة بالنفس من الداخل أو بمعنى أدق من صلته وسنده على مولاه سبحانه وتعالى أو بمعنى أدق بيستمدها منه هو مكرم ولقد كرمنا بني آدم ونفخت فيه من روحي هذا الإنسان قد يسعى لإرضاء البشر لأن احنا مأمورين بإرضاء بعض ولكن من غير ما يفقد شخصيته من غير ما يبقى خارج كل يوم الصبح باله مشغول بالخلق لدرجة أنه مستعد يتنازل عن أي قيمة من قيمه أو أي مبدأ من مبدأه عشان يحصل على الاحترام والاهتمام والقبول إنما هو شبعان من رضاه بمولاه وأنسه بمولاه وشايف إن جماله في الداخل مش بس في الثياب وأشياء ظاهرة يسعى للتجمل من الخارج إكمالا لجماله من الداخل ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية أوصل للنجوم دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا يكفيني فخر إن ربي بيقولي يا عبد الله وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما تسأل الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن أهذا من الكبر؟ قال لا وكان يوصيهم بالتجمل وربنا قال خذوا زينتكم لكن هو هو صلى الله عليه وسلم اللي قال تعس عبده الدرهم تعس عبده الدينار تعس عبده القطيفة اللي بيعبد اللبس والخميصة جميل أو إن الواحد يبقى غناء من الداخل من صلة هذه الروح بالمولى سبحانه وتعالى الشيخ الحبيب علي الجفري عنده رؤية وتجربة شخصية في رؤية جمال الداخل وليس فقط الانشغال بالجمال الظاهر قصة جميلة وتجربة جميلة بيحكيها لنا تعالوا نعيشها معا الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلمة سليما كثيرا عندما كنت في التاسعة من العمر كنا مدعوين إلى حفل زفاف فالوالد قال لي تجهز ذهبت ومتاحت دولاب الوالد وجدته إزارا نحن في بلادنا مثل هذه المناسبات نحب نلبس الإزار وعليه القميص الذي يلبس لأنه أسهل أثناء الرقص الشعبي ليسمى بالشرح عندنا في بلادنا فوجدت إزارا أخضر أعجبني فأخذته قتل أبي يريد أن ألبس هذا قال لي لكن هذا ونسكت قليلا ثم نظر إليه قال خلاص ألبسه قلت له لماذا تردت يعني ليه أول ما أعطيتني الموافقة قال لا بس عشان نوع القماش المصنوع منه هذا الإزار ما هو فاخر ما هو النوع الذي يلبس في الأفراح قلت له طب ليش قلت لي خلاص ألبسه قال لأنه الإنسان لا ينبغى أن ينظر بهذا المنظر مدام نظيف وحلال مش مسروق وما يعيب رجولتك ولا مرؤتك ألبسه هذا الكلام وعمري تسع السنوات يعني قبل 41 سنة الآن في الخمسين من عمري لا زال وقع العبارة التي قالها سيدي الوالد يؤثر عليه كلما فتحت الدولاب لا أكاد أكون مبالغا في كل مرة أفتح الدولاب أذكر عندما قال لي المهم أن يكون نظيفا وفيه جمال ويكون من حلال وما يكون فيه شيء يعيبك يعيب رجولتك ثم لما بدأت أتقدم في السن بعد التسع السنوات جيت أقرأ في شمائله صلى الله عليه وآله وسلم وجدته يلبس ما وجد وجدت أنه يلبس أحسن ما لديه في رواية أخرى مرت السنوات بعد دراسة هذا الأمر في الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم لحظت أن هناك صناعة كبيرة في العالم أصبحت تقوم على ما عرف بالموضة أو الماركة السنة لا أتكلم هنا عن حرام وحلال لا أتكلم عن شيء آخر وأن نوع من الهوس صرنا نعيش به تجاه هذه المنتجات جعل بعض الناس يصل إلى حد الاستدانة من أجلها أو إذا عجز عن أن ينالها أنه يخرج ويشعر أن هناك شيء ينقصه أنه ناقص لأنه لا يتعامل معها أتذكر لما كنا راجعين من الزواج في تلك الليلة وكنت سعيد وفرحان فالوالد قال لي شوف ما في شيء نقص منك يا ولدي قيمتك مش الخرقة الذي يجعل قيمته الخرقة فقيمته خرقة والذي يجعل قيمته المقصد من وراء اللباسة فقيمته المقصد خطأ كبير نرتكبه مع أطفالنا ثم نشتكي منه إذا بدأوا يكبرون بعض الأمهات يعني يشتكين تقول الأم يعني بنتي متطلبة أكثر من اللازم في أشياءها أنا ما أبخل عليها بس متطلبة كثير هو سؤال لما أحيانا الأطفالنا يرفضون يلبسون الثياب ونكون مستعجلين وتقول لا أنا مش عاوز ألبس ذا أنا عاوز ألبس ذا أحيانا كلمة نراها سهلة لكن لها أثر كبير في النفوس تقول الأم للبنت البسي دا عشان تكوني أجمل وحدة البسي كذا عشان تكوني أحسن وحدة هذا خطر خطر جدا لأن هذا يغرز في نفس الإنسان أن الأفضلية والحسن والجمال مرتبط بقرارات الآخرين ليس بقراراتنا نحن الكنز الذي شعرت به من هذه القصة من هذا الموقف مع سيدي الوالد أن الجمال ليس بما يضفيه الآخرون عليك الجمال بما تعيشه أنت الجمال أنت أنت الجمال فيك سر النفخة الإلهية فلا تأذل لأحد أن ينتزع منك جوهر جمالك لتجعل المفهوم الجمال والاستحسان وسيلة لاستعبادك تجاه الناس الناس يستعبدونك استحسنوا هذا فرحت لم يستحسنوا حزنت فأصبحت قراراتك لا أكثر من القرارات أصبحت سعادتك مربوطة بالناس متى ما كانوا مبتهجين بك أنت ابتهجت متى ما قرروا أنك في هذه الهيئة غير مناسب أيضا في المقابل نحن في نظرتنا للآخرين لا ينبغي أن نقبل أن نزن الناس بهيئاتهم بأشكالهم بصورهم لأن هذا خانق للجمال فينا قبل أن يكون مؤذي للآخرين فالكنز هو أن الجمال أنت ليس ما ترتديه الجمال في روحك حافظ عليه الجمال في المعنى ولا يعني ذلك أن لا تتجمل في الصورة تجمل في الصورة لكن بالقدر الذي لا يسلبك جمال المعنى لأن أي جمال للصورة يسلب جمال المعنى يصبح قبحا لأن صورة الجمال المؤقتة التي فيه ستنتهي سواء في جسم الإنسان أو في لباسه بعد فترة ستنتهي لكن إذا انتهت وقد انتزعت منك الجمال الذي في داخلك الخسارة تكون كبيرة لهذا أنت الجمال هذا الكنزة الجمال أنت روحك التي فيك الأساس الذي عليه تخذت قرار تلبس هذا وتترك هذا وليس الصورة التي أنت عليها أسأل الله أن يفقهنا وإياكم